تعالوا بنا روح لي حديث المدينة اللي كان داير الفترة اللي فاتت وكلام كتير اوي ولا سيامة على السوشال ميديا وتاني ارجع اقول لحضراتكم احنا هنا بعشرة الصبح في الاهلي ما منتكلمش في اي حاجة وخصوصا لو كانت لي علاقة بالصفقات الجديدة او المنتظرة غير لما الصفقة كل تفاصيلها تتم ويتم التوقيع بالفعل امبارح اعلن النادي الاهلي عن انضمام رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي لصفوف الفريق لمدة اربعة سنوات قادمة ان شاء الله ومن الممكن اضافة سنة اخرى لمدة العقد اذا ما رغب النادي الاهلي في ذلك تم انهاء كافة الامور الادارية والمالية الخاصة بانتقال اللعب وكمان وجه الحساب الرسمي لنادي الاهلي رسالة الى الوافد الجديد على صفحته على الفيسبوك قائلا فيها مرخبا بك في ابو النوادي الذي ليس له في المعمور مثله نادي القرن في افريقيا وافد جديد لعب مهم جدا 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 فيه اشهادات واسعة جدا حقيقة بقدراته وبإمكانياته وما فيش شك انه بإذن الرحمن هيكون اضافة جديدة للنادي الاهلي وبرضه بمتوقع ان هو ما يقودش وقت طويل في مسألة الاندماج ومستنين منه كتير ان شاء الله الفترة الجاي بص انا عجبني البرومو بتاعه جدا يعني عجبني وحديثه عن التاريخ وابن بطوطة وربطه وازاي تكلم ابن بطوطة عن مصر وانه هو جاي وازاي تكلم عن مصر اصلا وازاي تكلم عن النادي الاهلي كمان البرومو اكثر من رائع يعني تحيب جد للقايمين عليه وفكرته حلوة جدا وريدا سليم من الاسامل لترددت طبعا مؤخرا بس زي ما كريم قالو احنا دايما بنأكد احنا ما بنقولش اي صفقة ممكن يكون عندنا على فكرة معلومات هو مش ممكن احنا بيبقى عندنا المعلومات فعلا بس ما نقدرش نتكلم او نصرح بيها لاي حد لان احنا بنلتزم بطبعا القرار او بنلتزم التصريح الرسمي اولا لازم ان هو يصدر من النادي الاهلي حتى لو في منابر اعلامية طبعا اخرى وزملاء اخرين يعني اعلاميين بيتكلموا باسم النادي الاهلي او بيتكلموا يقولوا عن الصفقات اللي عندنا احنا بنلتزم طبعا ان احنا لازم الاول النادي الاهلي هو اللي يعلم بشكل الرسمي ان بالمناسبة كان في صفقات كتيرة تم الاعلان عنها وما كانتش سليمة فبرضو ده بيحصل بشكل كبير حتى لو طلع الاعلامي قالك خد الحصري من عندي لما بيبقاش خد الحصري من عنده خالص يعني واسمع مني واخد مني والله مرة كنت قاعدة بتفرج من كلام ده من فترة يعني شخصة كانت صفقة مين مش فاكرة مين فيهم بصراحة وهو قاعد بيتكلم عن صفقة انا عارفة ان هي مش جاي احنا عارفين ان هي مش جاي وقاعدة ببص وتفرج والله جاء واخد الحصري من عندي وقاعد بيتكلم بثقة رهيبة وقاعدة بتحك يعني ماهي وحشة بعد كده ليك وحشة ليك مش حلوة المهم دي موضوعنا موضوعنا ان ريدا سليم اهلاوي هي دي النقطة وانت بتتكلم عن لاعب ليه قيمة كبيرة جدا طبعا فيه فريقه ومعروف عنه حاجات كتيرة جدا منها اولا الشخصية كريم شخصية قوية شخصية هادية الى حد برده كبير رغم ان في بعض الاحيان وبعض الناس قلت لك لا هو في بعض الاحيان بيكون ليه بعض التصرفات يعني اللي هي متهورة شوية لكن دي ندرة جدا لكن هو في الملعب شخص رازين جدا في نفس الوقت قرطه حلوة تكلم عن الكرة الطويلة الكرات الطويلة العرضية الغيره المرتدة لا الكرته حلوة جدا لعب اعتقد ان هو ان شاء الله هيكتب يعني بطولات جديدة مع النادي الاهلي برضو تردت في الفترة الاخيرة ان الناس دايما بتحب ان هي تفهم المشهد بشكل كامل تقالك طيب هو جاي مكان حد ولا هو جاي ايه بالزبط تقالك طيب ده مكان بيرستاو ده مكان مين بالزبط لا الكلام ده مش مزبوط تماما هو مش جاي مكان حد احنا بندعم صفوفنا احنا بندعم صفوفنا لا اكثر لا اقل وكالر شايف ان ده مهم جدا في الفترة الحالية فقط كانت ولسه ممكن يكون فيه صفقات كمان جاية مين عارف فكل التوفيق لي وزي ما احنا بنتكلم اي حد بينضم لي النادي الاهلي بينضم للعيلة بتاعاتنا فبالتوفيق لي واكيد من اول يوم او زي ما بتقال من دي وان هو يعني خلي ما نقول كده كسب خلاص دعم الجماهير كلها لو انت تشوف انبارح تويتر الناس كلها سعيدة بهذه فعلا الصفقة اشتركوا في القناة